إذا أردت أن تحوز ثواب الصيام كاملة وأن تستشعر روحه فاحرص على سنن الصيام ومنها السحور آخر الليل ولو بشربة ماء قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين تعجيل الفطر مع الأذان على رطبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء كما جاء في الحديث وأن يدعو عند فطره بهذا الدعاء النبوي ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تفطير الصائمين ففي الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لينقص من أجر الصائم شيئا العمرة في رمضان قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجه أن يشغل نهاره بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وأنواع القربات إن رمضان فرصة لتقوية الإيمان والفوز بالجنة والنجاة من النار قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ترجمة نانسي قنقر